السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نترق في هذا العرض لنماذج الأسئلة الشفاهية لمباراة سكر إدارة التربوية إذن سوف نحاول أن نقسم هذا العرض إلى محاور محور أول هو الأسئلة سواء كانت مباشرة أو معرفية تتعلق بالإدارة أو بمجالات أخرى محور الثاني الإعلاميات الأسئلة التي تطرح في مجال الإعلاميات المحور الثالث وهو وضعيات يعني أحياناً يطرح وضعية للأستاذ المتباري فيجب عليه أن يقوم بحلها أمام اللجنة إذن بشكل عام هذه الأسئلة يمكن أن لا تطرح ويمكن أن تطرحها أسئلة أخرى يعني كل لجنة وطبيعة الأسئلة التي تطرح هنا هو أخشر كمعنى لنموذج الأسئلة التي تطرحت عليه بعض الأسئلة التي وضعت علي في المقابلة الشفاهوية هذا اليوم بمركز فاس عارف نفسك لما اخترت هذا المسلك ما مقدار منحة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومجموعة أخرى تتعلق بسيرتي الذاتية كالإعلاميات والعمل الجمعوي ومالية الجمعيات يعني هناك كما نشوفه عارف نفسك غالباً إما بالعربية والفرنسية يعني خصي أنه موجد واحد تعريف مضبوط بالعربية والفرنسية سبب اختيار هذا المسلك نكون متطالع على السيرة ديالتي وعقل عليها وما نجر شيء أشياء التي أنا ما تكونت فيها ولا ما خليت تشوهي ديالي في السيرة الداتية لأنه يمكن أن تطرح أو غالباً تطرح عدة أسئلة قد تعلق بالسيرة ديالتي كالتش هدفين تكونت فيها وكيف تستفض منها في الإدارة يعني مجموعة ديال الأسئلة عندها علاقة بالسيرة الداتية ديالك يعني ما نحاوش مثلا نكتب ولا ندير شي حاجة أنا ما ندرتها يقدر تسوينني فهذاك التكوين ولا في ديك الشهادة نعم أسباب اختياري لهذه المسلك نعم وأسئلة أخرى يمكن أن تتعلقها بمعارف ديالي المعارف الشخصية ديالي من لبي الأسئلة أيضاً موجهة دواعي اختيار لمسلك الفرق بين التدبير الحاديث والقديم ما هو مشروع المؤسسة التي تشتغل علي مؤسساتك يعني سنكون مطالع على مشروع ديال المؤسسة ديالي ما هي ميزانية المدرسة يعني المداخيل والمصاريف ديال ميزانية المدرسة من لينك تجيها الفلوس كم يمنح لجمعية دعم دراسة النجاة كم تلقيتم يعني في المؤسسة ديالك كم صرفتم ما هي المجزوءات التي تدرس في المركز المركز ذي المساك الإدارة ما هي المجزوءات التي تدرس فيه ثم هناك سؤال الفرنسية تدرس في المركز تدرس في المركز يعني هنا الحكامة تقريبا كيف نطبقها في المؤسسات ديالنا سنكون مطالع على الحكامة والقيادة يعني جميع المصطلحات التي تكون في مساك الإدارة سنكون مطالع لها بشكل جيد جدا ونكون مطالع على المؤسسات ديالتي المشروع ديالها الميزانية المجالس التدبير المجالس المشارك فيهم أينيها المحاة ديال المؤسسات يعني المداخل ديال المؤسسات شحال بقي في صندوق ديال المؤسسات شحال تصرف يعني مجموعة من المعلومات خاصة نكون مطالع عليها يعني قبل ما نمشي المساك للإدارة خاصة ن ندير واحد المراجعة مع السيد المدير اللي كنشتغل معاه ولطني مجموعة من المعلومات حول المؤسسة ديالي هنا عدنا واحد سؤال تم إيقافي عند قولي اني تعاملت خيال مسيرتي المهنية مع ست مديرين واستفدتوا كثيرا من طرائقهم في التدبير السؤال هل سبقا أنا وقع لك مشكل مع أحدهم أو خصومة هنا غالبا العصي اللي كنت تطرح هي كنت تطرح من الإجابة ديالي أنا كان جاوب ومن الجاوب ديالي كان خاطئ أو إلا كان صحيح وهم يطرحوا لي السؤال التالي يعني إلا كان خاطئ ضروري غاية يطرحوا لك في تلك السؤال باش يشوفوك انت وش ضابط لا مدارش هنا الأستاذ أشار بأنه اشتغل مع السيد المدارة فكان السؤال هو ماذا وقع لك هل وقع لك مشكل مع أحدهم وخصوه ما بطبيعة الحر قاعدين نشرح وقع المشكل وخصوه ما قاعدين نشرح كيفاش تم حل ذلك المشكل أنت الآن هنا هل وضعيتك قانونية يعني أنت الآن معنا في هذه المباراة واشلو وضعياتك قانونية بطبيعة الحر قانونية لأنه عندك عندك وحدة رخصة من المديرية باش تدوز هذه المباراة هل سابقا أن كنت نائبة أو نائبة نائبة للمدير هنا هذي أسئلة وجهت الأستاذة نائبة للمدير نعم إلا سبق لي نقول له نعم المذكرة تؤثر مساعدة المدير هي المذكرة 36 راجعة مزيان المذكرة 36 هل سابقا أن شاركتي في مجلس مجالس المؤسساء نكون عارفهم الأدوار لهم ما هو عمل زوجك هل وافق يعني واش وافق باش أنك تدوزي من مسلك الإدارة يعني إلا نجحتها ما غير يكون شي مشكل آخر المحور الثاني هو الإعلاميات من بعض الأسئلة التي تطرح في الإعلاميات رتب معدلات أحسب النسبة المئوية ضع كلمة ناجح أو راسب للتلاميذ أمام كل معدل نرتم مثلا التلاميذ ونصنفهم الذكور والإيناس ما هي البرامج المعلومية التي تعرفين هل تمسكين النقاط بنفسك بما صار أم تعطيها للمدير كيف تتمنين من المسك أمام الصعوبة تستعمل برنامج يعني وشكينش صعوبة في استعمال برنامج ما صار أو لا تكلمي عن برنامج جيني متى تم تفعيله هدفه في مدى سيفيدك هذا التكوين جيني واحد برنامج جيل تكوين جيل وزارة التربية الوطنية سألني أحدهم عن التطبيق الخاص مونتاج دي فيديو يعني كيف تقدر تستعمل شي تطبيق خاص للمونتاج دي فيديو نعم هنا توقف هذا الأمر على حساب الأعضاء اللجنة إذا كانش أستع الإعلاميات يقدر يتعمق معك إذا لم يكن أستع الإعلاميات لا يستعمق معك كيف تكون أسئلة تضحية حول الإعلاميات فقط فكل اللجنة يعني الميول المؤطرين لها الأعضاء مثلا التشريع يتعمق معك في التشريع الإعلاميات الترباوي ما هو ترباوي يعني لحسب أعضاء اللجنة لا يوجد أحد المعيار محدد الذي تطرح فيه جميع الأسئلة يعني لحسب اللجنة التي أنت أمامها قد تطرح أيضاً وضعيات وضعيات أعطيات لمرشح وقع الشجار بين الأساتذة على صبورة الإعلانات كل نقابة تريد تعليق بيانتها فما أنت فاعل يا مدبر أصيب تلاميذ إحدى الداخليات بتسمهم حاد ثم تم نقلهم على إثاره للمستشفى كيف تتصرف كحارس عام للداخلية كيف يمكن لمدير أن يسحى بصفة مساعد مدير من أستاذ كان مكلفاً بها بعد أن تبين له أعدام أهليته لذلك والتالي مذكرة هي التي تؤثر مهام مساعدة للمدير نعم أي سؤال بالنسبة لهذه الوضعيات نضيفه في التعليق ونحاول إن شاء الله نجاوبي عليه بالنسبة لصبورة الإعلانات ترى تقسيم كالتوضاء أي نقابة يمكن لها توضع منشور الجلاء أو الإعلان لا يوجد مشكلة لا يمكن أن تكون نقابة لا يمكن لها صبورة أو صبورة أو موقع خاصة صبورة تكون كبيرة وكل نقابة تأتي لإعلان جلالة مرحبا بها أنت مدير وديك أساة إذا يرفضون لبس الوزراء كيف تتصرفوا؟ وفي نفس سياق تحول السؤال إلى يرفضون الوقوف لتحية العالم هنا سؤال مركب يرفضون الوزراء ويرفضون الوقوف لتحية العالم كينا مذكرة يتحت على لبس الوزراء أيضا هناك نعم بالنسبة لتحية العالم أيضا إذا تعينت في مدينة بعيدة كيف ترغبين هنا في الأستاذة إذا تعينت في مدينة بعيدة كيف تتحية المدينة بعيدة كيف تتحية الأمور وعندك أبناء هنا سؤال خاص لأستاذة أستاذة تغيبت عندك لمدة طويلة كيف تفعلين هنا ندره مع المسطرة جل التغيب إلى تغيباتها لمدة طويلة هنا مسطرة خاصة بالتغيب أو قطاع العمل تجربتي اليوم في المقابلة الشفاوية بمركز ابني ملان عرف بنفسك بالعربية أو الفرنسية ترفك الشخصي لمفهوم الإدارة عينت بمدرسة نائية تفتقي لأبسط السروط لا تبشر لصبورات كيف ستتصرف متى ستصبح الإدارة عائقة لنفسها رفض أستاذ أن يدخل النقطة بمصار وأخبرك أنها من مهامك كمدير ما رأيك تجربك ومستوىك في الإعلاميات رأيك في موس وطريقة الحصول عليه شواهد ميكروسوفت هل سابقا نكلفك مدير لك سابق بمهمة إدارية لماذا اخترت الإدارة هل الهروب من القسم أم من البحث عن الراحة هنا مجموعة من الأسئلة كنت ترى هذه الأسئلة بأنها سهلة قريب الإدارة للإنسان إلى الرجعة إن شاء الله سيكون خير أتمنى أنكم تشاركوا في القناة وما تبخوش عنا بالبرتاج والتعليقات وشكرا لكم جزيلا موسيقى موسيقى